السلام عليكم متابعينا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد كل فترة بيطلع معانا اليوتيوب بعنوين وصفات غريبة وصفتنا النهار دا اللي مكسرة اليوتيوب وهي اللي بتنجف الخلاط حبيت اشارك الوصفة معاكم حنعمله بطريقة سهلة جدا وسريعة زي ما احنا شايفين قبل ما نبدأ ما تنسوش دعمكم لينا بالاشتراك في القناة ودعمكم لينا باللايك واللي اول ما رايشو في قناتي ما ينساش يعمل جولة سريعة على محتوى القناة بإذن الله هتعجبكم اول حاجة في مقدي وصفتنا زي ما احنا شايفين هنا هنجيب البتنجان بتاعنا وحنشويه اما احنا شويه على عين البتوجاز او ممكن تشويه في الفور طبعا هنا البتنجان وانت بتشويه يفضل ان انت تعملي فيه فتحات بالسكينة عشان ما يفرقعش معاك شوينا البتنجان بالشكل ده هنبتدي بقى لحد ما يهدأ زي البتنجان لسه سيخن معانا شوية بعد كده هقشر البتنجان وهحطه في الخلاط بالطريقة دي هي وصفتنا طريقة عمل بابغان نوم ولكن طبعا بدل ما يقولوا طريقة عمل بابغان نوم عملوه في الخلاط ولكن طبعا الصوبة والخلفية زي ما شفنا البتنجان في الخلاط وهو ناي بعد كده هحطها على الوصفة بتاعتي هحط الخضرة اللي عندي طبعا عندي بقدونس او كصباح هحط منها وطبعا هنا الشطة الحنبة بتاعتنا احنا كنا قلنا على طريقتها قبل كده على القناة هي الخلطة دي التازم بتحطيها عندك في التلاجة دايما بيبقى عليها توم وزيت ومعمولة بطريقة جميلة جدا وطبعا يفضل ان انت تخليها عندك في تلاجتك على طول هحط منها معلقة وهحط معلقتين من الطحينة بعد كده هنحتاج في مقادي وصفتنا هنحتاج عصير لمون عصرنا اللمون وهنمسك بقى المكونات دي كلها مع بعضها وهنضربها في الخلاط بالشكل ده ادي مكوناتنا سهلة جدا زي ما احنا شايفين بعد كده هنفضل مكوناتنا طبعا في طبق التقديم وطبعا هنحط عليه بقى الفنش النهائي هنا زي ما احنا شايفين هنحط على وش الطبق هحط زيت زاتون وهرش عليه شطة بوضر والشطة البردر اللي نستعملها هنا بتكون بطعم اللمون بتبقى طبعا جميلة جدا مع الوصفة هنا حطينا زيت الزاتون وكمان هنحط كمان عصير اللمون على وصفتنا وآدي وصفتنا سهلة وسريعة مخددش معنا وقت خالص وكمان اقتصادية كده اتمنى يكون الفيديو عجبكم وما تنسوش دعمكم لينا بالاشتراك في القناة ودعمكم لينا باللايك كل اول ما رايشوا في قناتي ما انساش دعمكم لينا بالشير والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة